إزاي نفس الوقت وزني؟ ده يمكن أكتر سؤال دايماً بسأله أو كلنا بنسأله لنفسنا إزاي قدر أخص في وقت قليل؟ إزاي خصص نفسي في وقت مش كبير ومش قادر ألعب رياضة وفي نفس الوقت مش قادر أعمل دايت حاجات كتيرة قوي مطلوبة كده وبنعد أفكر فيها لأصحاب الأوزان العادية والتقيلة دايماً بيفكروا فيها يعني يمكن موضوع الوزن ده بالذات هاجس كده عندنا كلنا دايماً كلنا بنحاول نناقص وزننا بالذات بقى قبل فاصل الشتاء اللي غالباً كلنا بنأكل فيه وبينزيد فيه ويعني بنقعد بقى كده يا رجائي إيه نحط جنبنا حاجات حلوة بالليل فاصل الشتاء معروف أنك بتفضل قاعد في البيت فبتاكل غزباً عنك بطاطة مش عارفة إيه يلا ناكل حاجة سخنة طب حاجة هي بطاطة بس يريد بطاطة بس كل حاجة وانت قاعد كده بتتسل قدام التلفزيون بتاكل وبعد كده احنا بنزور التلاجة قبل الساعة 12 سوريا نايس بعد الساعة 12 تيجي الساعة 12 نبدأ بقى نزور التلاجة بعد جاية فيه اسئلة بقى وجودية هو المشي الأفضل ولا الجري ناكل إيه مناكلش إيه إيه الحاجات اللي هي والأكل اللي هيزود وزني والحاجات اللي مش هتزود وزني احنا يعرف بقى تفاصيل أكتر مع دكتورة شرفونا ونورونا من دكتور بنال عز الدين خاصية التغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة دكتور منال يعني أنا منتظرين الفقرة دي من الصبح يعني أنا حد أقول بطبعي خلاص ما حبش حد بيقول لي والله لازم تكون ربع فرخة مع مش عارف مع شوفان أنا حد باكل آه ألعب رياضة بس حد باكل فأقولي لي أعمل إزاي المعادلة اللطيفة دي طبعا زي ما حضراتكم ذكرته السمنة السمنة يعني بتقلق كتير قوي من السادة المشاهدين والسمنة بيتم تصنيفها إن هي مرض من أمراض سوء التغذية سوء التغذية مش النحافة بس أو نقصان في الوزن ولكن زيادة الوزن لإني فيه خلل فبيؤدي لزيادة أو للنقصان حضرتك بتقول عاوز تكل وفي نفس الوقت مش عايز حد يبنعك من حين فنبتدي ندور على أغذية بتدينا شعور بالشبع وليها قيمة غذائية مرتفعة وفي نفس الوقت بتكفي احتياجات الغذائية نص بطة مثلا ده اللي هيشبهها ده لطيف جدا يشبعني والله ويدي لي برضو إحساس بالشبع وهيدي حضرتك إحساس بالشبع بس هنأكلها إزاي أنا حالك بتقول عايز تكل بطة مثلا مش طريقة الطهية يا فاندم برضو هي اللي بيتحدد عليها تسعرات الحرارية اللي دخل أجسامنا هل هتاكلها مسلوقة ولا هتاكلها محمرة مضاف إليها العديد من الدهون لو هنأكل البطة يعني هنأكل محضرتك البطة ولكن هاخد المنطقة العلوية من البطة وتكون مسلوقة ومعاها شوية خضار ستيه هنأخد ربع بطة كده بتهيألي تمام احنا عشان نوصل للوزن اللي احنا عاوزينه لازم نغير من عادتنا الغذائية لأن طول ما فيش تغيير ماهو مرضو مش هيبقى فيه تغيير في أوزن عندنا من الحاجات كمان اللي بتدينا شعور بالشبع البيض البيض عندي بروتين متكامل 6 جرام بروتين في البيضة الواحدة فيه فيتامين دال كمان اللي بيرفع من كفاءة الحر فالبيض عندي من الأطعمة الغنية اللي بتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة وفي نفس الوقت هي خالية من الكاربوهايدريت مسلوقة لمقلي طبعا مسلوء يفضل ولو مقلي ما فيش مشكلة ولكن بتكون حتة زبدة صغننة جدا او زيت زاتون مثلا او زيت زاتون بتكلم عن استخدام زيوت الصحية ده كمان بيأثر على شعورنا بالشبع وبيكون ليه تأثير إيجابي في أجسامنا مزيزيز ايه زيوت المصحية الزيوت المصحية أولا الدهون المهدراجة كلها اللي هي السمن الصناعي أو النباتي دي من الصحية لأنها بترفع الكوليسترول وبتسبب أضرار للأوعية والشرايين وصحة القلب كمان عندي الزيوت اللي هي بتكون عندنا شوية زيت عباد الشمس زيت الدرس مش حكاية صحية ما نكسرش من تناولها فأكتر الزيوت الصحية عندنا او الدهون الصحية عندنا زيت الزتون الزبدة السمن البلدي ولكن بكميات صغيرة مش معنى أنها صحية فأنا أفرت في تناولها لأنها بتتميز يعني زيت الزتون عندي بيحتوي على الأوميجا سري اللي بتقلل من نسبة الكوليسترول الضر في أجسامنا كمان من الأكلات اللي بتدينا شعور بالشبع السمك والسمك سبحان الله من الحاجات الغنية جدا بالأوميجا سري مصدر للبروتين صهل الهضم ما بيديناش شعور بالتخمة بعد تناول السمك يفضل أن هو يكون مشوي طبعا كل ما قللنا يا فندي من نسبة الزيوت المضافة والدهون المضافة لأن جرام الدهنة الوحدة أو الزيت بيديني تسع صعر حلاء هو أسلا حلوة السمك في المشوي يعني أنا بحبش سمك مشوي بجد لازم يكون مقلي ومفتوح سنجاري كده ويبقى كرنشي في للجنباري لازم يكون مشوي أنا ممكن أكل جنباري مشوي أو كليماري مشوي طيب لو عملنا مثلا ممكن في صنية ومعه شوية خضار برضو ده بيبقى طعم ولزيز واختيار باستفاد من الخضار مشكلتنا في الدهون أن جرام الدهن الواحد بيدينا تسع صعر حراري فهي مشكلة أن الصعرات الحرارية في الدهون بشكل عام واحدة سواء زيت أو سمنة أو زبدة هي الصعرات الحرارية واحدة فأفضل أنواع الأسماك عندنا السلمون عندنا السردين عندنا الماكريل أي ولكن دي بتتميز بارتفاع الأوميجا سري كل الأسماك فيها أوميجا سري لا قولنا حاجات في السمك في متناول الإيد يعني عندنا سمك الماكريل كويس سمك البولتسي عندنا من الحاجات الجميلة والشائع والناس كلها بتقدر تجيبه بسهولة البوري البوري من الحاجات الجميلة ولكن هي طريقة الطهي زي ما بقول كل ما كان مشوي كل ما كان معاخضار كل ما فضلنا أن احنا ناكله بعيش يكون أفضل لأن أنا عندي برضو نسبة الكربوهايدرات بتؤثر على زيادة الوزن العيش مش روز آه العيش عندي يا فندم بيتميز أنه غني بالألياف فبالتالي بيديني شعور بالشبعة ولما بتكلم على العيش بتكلم على العيش البلد المصري الجميل بتاعنا أبرادة لأن الألياف اللي فيه بتدينا شعور بالشبعة وبتملع حيس كبير جدا من المعدة فبالتالي بتقلل من شعورنا بالجوة كمان عندي من البروتينات الكويسة عندي اللحوم لو هاكل اللحمة يعني أنا بقول بالتدريج أنا خدنا البيض خدنا السمك عندنا اللحوم اللحوم عندي من الحاجات الكويسة ولكن ما تكونش قطعة اللحمة سمينة أو فيها نسبة دهون وبرضو بتكون هي الجوسي دي بالزبط ضلط لا جوسي بغنية بالدهون لا مع الجوسي دي بتبعا حتة لحمة اللي بيرو على المنبسة دي لا دي طبعا فيها نسبة دهون دي شرائين على طول دي تدات في الشرائين على طول هي على فكرة على فكرة أي قطعة لحمة حتى لو حضرتك شايفها حمرة تماما هي فيها دهون غير مرئية متخللة في الأنسكة فما تقلقش بتاكل دهون من اللي موجودة في اللحوم عندنا كمان الدجاج عندنا الدجاج من الحاجات الكويسة جدا الجزء العلوم الدجاجة بدينا شعور بالشبع فالبروتين في حد ذاته هو بدينا شعور بالشبع لفترات طويلة والدار كميت في الدجاج يعني أنا بفضل نسبة الدهون فيها عالية يعني فأنا بفضل دايما الجزء العلوي لأن نسبة الدهون فيها أقل الوراك الدجاج نسبة الدهون فيها عالية أنا كل ما أحسن حاجة ضدني ما أحسن ناسف لا مش ضد حضرتك إحنا مع الصحة إحنا مع الصحة الحاجات اللي أنا ممكن أعملها بسرعة تقلل من وزني يعني بعض دلوقتي فيه موضة طلعت قولك الكرافس مع البقدونس لو شربته كتير طب حلا أنا بقى لو شربت كتير الكرافس مع البقدونس ده غلط لأنه هو بينزل ميا من الجسم ولا ده كويس لازم نخلي بالنا أن فيه حاجات مدرة للبول زي ما حضرتك قلت زي القهوة مثلا الخضر الكتير الشاي الأخضر الكتير برضو دي حاجات زي الماتشا الحاجات دي مدرة للبول فبتنزل كميات ميا أنا مش عايزة نزل ميا أنا عايزة نزل دهون الدهون هتيجي بالأكل الصحي بالأكل المتوازن بوجود طبق الصلط على مائدة الأسرة ومن الحاجات اللي بترفع كمان من كفاءة الحر عندي الكرومب سواء كلنا بقى مطهي الحر محشي كرومب يعني محشي كرومب ده صحي على فكرة شكرا جزيلا يا جماعة دكتورة ملايو تقول المحشي كرومب ده صحي على فكرة صحي يا فندم لو تعامل بالنسبة اللي أنا هقول عليه نسبة الخضرة أكتر من نسبة الرز ونسبة المادة الدهنية تكون قليلة نسبة الخضرة أكتر من نسبة الرز لو الشبط والكذبرة والحاجات دي بالضبط والطماطم والكذبرة والبقدونس وتكون أكتر من الرز ونشيل للدسم اللي على وش الشربة ونستخدم مادة دهنية قليلة على فكرة لو كاننا منه عشر صوابع كده مفيش مشكلة لكن وراءة كرومب نفسها دي محيدة جدا صحية جدا لأنها غنية بمضادات الأكسادة مضادات الأكسادة دورها أن هي بتحرق الدهون بتقلل من تكوين الخلايا السرطانية كمان بتقلل من حاجة مهمة جدا وهي تراكم الدهون على الكبت فالكرومب سواء حتى قطعناه فرش أخضر كده على الصلطة بس الكولوسلو فيها مايونيز يا فندم يعني ضد الدهون الصلطة الخضرة لو قطعنا عليها كرومب لو قطعنا الكرومب كده وكلنابسة جاية والله بحاول أدي أمل للناس اللي يتفرج علينا ما هي العادات الغذائية الخطيئة دي هي اللي خلت نسبة السمنة مرتفعة في مجتمعاتنا طبعا أسع حقيقة سؤال يعني حقيقة كلمتي عن الأغذية اللي هي بتدي إحساس بالشبع كلمة على البيض وتكلمة على السمك وتكلمة عن اللحوم طيب برضو لو حد بيحب يأكل ايه النوع أو الأنواع الأكل اللي هو ما يقرب لهاش علشان على الأقل وزنه ما يزيدش طبعا الوجبات الجاهزة بكل أنواع يعني الفاستفود كله لأن نسبة الدهون فيه عالية جدا الأكل اللي بيحتوى على كربوهايدريت كتير يعني الرز كتير المقارونا الكتير النشويات الكتير لو حابب أكل رزة أو مقارونا فيه البديل تلوقتي الفريق الفريق من الحاجات الصحية وفي نفس الوقت مش بتدي نفس الرز اللي هو بشعرية واحدة واحدة ده ده غلط ولكن بمقدار معين يعني لا إفراط ولا تفطير لا إفراط ولا تفريط يعني لو خدنا مثلا أربع معالق رز مثلا أوكي مع سدر الفرخة معالقة كبيرة دين أربع معالقة كبيرة مش كبشة معالقة يا فندم معالقة الطعام معالقة الطعام أنت مفترتش يا رجائي وأنا بقول لك وبرضا عشان نقلل من شعورنا أو رغبتنا في تناول الكربوهايدرات يا فندم يريد نبتدي الأكل بالترتيب اللي هذكره لحضراتكم يعني يريد نبتدي بطبق الصلاطة يكون متنوع في أنواع الخضروات بقدر الإمكان نبتدي بتناول قطعة البروتين لأنها بتدي شعور بالشبع هنلاقي نفسنا في الآخر ما بنكلش كمية نشويات كبيرة زي الرز أو المقارونة أو أي نوع من النشويات بيكون أو العيش أو أي نوع من النشويات بيكون موجود فلو بدأنا بالترتيب ده بيقلل من رغبتنا في تناول النشويات مشكلة النشويات يا فندم والسكريات بشكل عامل إن الكربوهايدرات هي سكر في الآخر لو حللناها والحاجة الحلوة إنها بتزود شعورنا بجوع أكتر فحضرتك بتخش في حالة من النهم وحابب تاكل أكتر لأنها بتعلي مؤشر الأنسولين فالأنسولين بيكسر السكر بيحصل انخفاض في السكر فيبتدي حضرتك أنا نفسي في حاجة حلوة أنا عايز أكل تاني نتيجة إن زيادة المتناول من السكريات والكربوهايدرات لما هناكل البروتين ده بيقلل من الشعور لما هناكل الخضروات جبنا القريش عندنا من الحاجات الغنية جدا بالبروتين ومرسة الرياضة النوم الكويس شرب الميا منظومة متكاملة بتساعد بعضها هو أنا إن شاء الله بدي أحشرب مياه كتير بإذن الله وأكل أنا عايزه بإذن الله شكرك شكرا جزيلا أهلا وسهلا أكتورة منال عز الدين أخصائي التغذية وعضو الجامعية المصرية طبية لدراسة السمنة نشكرك يا فندم من ورانا دايما أهلا وسهلا بحضرتك وإستاذ المشاهدين شكرا جزيلا